أفدت مديرية شرطة محافظة دهوك بمقتل شخصين بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة وذكرت المديرية في بيان مقتضب أن جريمة قتل وقعت بالقرب من حديقة دلشاد محمد سعيد راح ضعيتها مواطنا اثنانا بدوره أكد العقيد هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك في متبن صحفية أن الشخصين الذين لقياحت فهما كان من أفراد أسرة واحدة حيث نشبت مشدة كلامية بينهما وانتهت إلى تبادل إطلاق النار بواسطة سلاح مسدسة مما أسفر عن وفاتهما فورا وألقى سليمان اللوم على خلاف عائلي بين الطرفين كسبب للحادث موضحا أن جثتي الضحيتين التي يتراوحوا عمرهما من ستين وخمسة وستين عاما تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في دهوك وأشار إلى أن التحقيقات جارية حاليا للكشف عن ملبسات الواقع شكرا شكرا